سنبدأ بالقضية الامتحان النظري اللي هو موضوع الساعة هذا الامتحان النظري الجديد ما خصناش نشوفوه كامتحان هو حقيقة ورش ديال الإصلاح ديال المنظومة التعليمية ككل كيفاش الناس اللي تنعطيهم البرمي اللي تعلموا يسوقوا وهذا بغيباش نذكر داخل في الاستراتيجية الوطنية ديال 2017 اللي كانت مرنية على خمسة ديال الدعامات واحدة الدعامة هي الدعامة اللي تتعلق بالعنصر البشري واللي فيها ثلاثة ديال الأوراش ورش ديال التكوين ورش ديال التحسيس ورش ديال المراقبة فهذا المشروع هذا راح بدأ في سنة 2020 تطبيقان للاستراتيجية الوطنية واستغرق تقريبا واحد سنتين ديال العمل داخل الوكلة الوطنية بعد ما تتحدث واستغرق تقريبا استغرق سنة ديال المفاوضات مع المؤسسات ديال التكوين ولا ديال لزوتوا يكل باش وصلنا العمل به يوم الاثنين الماضي النتائج ديال اليوم الأول بالطبع كانت جد ضائلة في النجاح هنا بغيت غيرنا يعني نقول للناس اللي دوزوا الانتحان هذك اليوم الاثنين بأن هورا غادي تعطاهم الفرصة باش يعاودي دوزوا الانتحان بلا ما يتحسب لهم هذك النار لأنه يوم الاثنين كانت أول مرة استعمال ديال البنك وقمنا بتحليل ديال الأجوبة وفهمنا منين جاي الخلال وصلحناه واللغد له النسبة ديال النجاح طلعت الخمسة وثلاثين في المياه بارح وصلنا الربعين في المياه كل نهار تنديروا التقييم الوكالة تتعمل تقييم واليوم في الغالي بغادي نوصلوا الخمسة وخمسين في المياه من هنا لأخر الأسبوع غادي نوصلوا للنتيجات ديال النجاح المعتاد في النظاري قضية أخرى اللي يريد نقول هو أنه هذا ماشي غير امتحان لأنه كان واحد المواكبة ديال التكوين من طرف الوكالة لوضعت منصة لتكوين لموضوع رهن الإشارة ديال المؤسسة ديال التعليم واللي قد يمكن أيضا المتحانين والمتدربين يستعملوها يا إما داخل المؤسسة يا إما عبر الحاسوب عندهم أو في سيبير أو أي حاجة وهذا بهدف يعني تحسين تكوين باش سائق ماشي يكون تعرف غير شنو معانت بلاكات ديال ستين ولا هنا شنو معانت شنو هما المخالفات خصنا نبنيو واحد السائقين جدد نقولو اللي تفهمو منين جاي هاد القوانين ويكون عندهم واحد الفهم عميق ديال المسؤولية ديالهم وديال سلامة طرقية العوامل اللي تت يعني يمكن لها تأتر على السلامة الطرقية الهدف بالطبع المنشور الأخير هو التقليص من حوالي تسير في المغرب